اتمنى طبعا ان ده ما يحصلش ان النادي الاهلي يفقد نقاطه ولكن هيحصل مش ممكن ناخد كل اتمنى ان ده يحصل ولكن خلينا نكون واقعيين فكل الناس اللي بتبعثلي تقول لي يعني انا مش فارق معايا حد تاني والله ما باببص لحد صدقوني يا جماعة عشان ابص لحد يبقى لازم ابص لتحت وانا عمري ما باببص لتحت النادي الاهلي يعني عمره ما بيبص لتحت النادي الاهلي دايما بصص لفوق فما فيش حد معديني عشان ابصله فكل اللي بقوله لحضراتكم انه خلينا نبقى واثقين في فرقتنا خلينا الشكل العام الحمد لله الامور جيد كرة القدم تعلمنا يعني في كرة القدم ان كل حاجة بتتغير في لحظة في لحظة خلينا بقفين ورا فرقتنا خلينا بظهر فرقتنا ما فيش حاجة حصلت بالمناسبة اللي حصل ايه خدنا كاس سوبر كان عندنا يعني 11 قبله الحمد لله زادوا بقى 12 كسبنا الداخلية وكسبنا اسوان وكسبنا التلات مباريات الاولى الحمد لله والشكر لله كرم من عند ربنا ولكن القادم اطول واصعب القادم اطول واصعب ايه عم اسلام بقى هو انت ما بتعرفش تفرح لا مش ما بعرفش افرح ولكن انا فرحتي دايما بتبقى بعد البطولات فرحتي بعد مباراة السوبر انا وكل الاهلوية بنبقى مبسطين وسعداء فرحتنا هتبقى بعد رجوع الدور يا رب يا رب ان شاء الله يكون الدور يرجع تاني لوضعه الطبيعي يعني 42 ان شاء الله يبقى اكتر ان شاء الله يبقى اكتر هو ده بفرح وبتبسط بالمواقف بفرح وبتبسط بان انا عندي مجلس ادارة بيعرف يختار بعرف وبتبسط انه بعرف وبتبسط انه عندي مجلس ادارة ومشرف على الكورة يستطيع ان هو يختار هو ده اللي انا بفرح له وبتبسط له عشان كده انا كمشجع الهلاوي بفضل واقف ورا فريقي بفضل سعيد وحفضل واقف ورا فريقي